موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا مكارم الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال الله جل وعلا واصفا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم إذن أتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعطينا هذه القواعد التي من خلالها نستطيع التعامل مع غيرنا من البشر على أسس صحيحة وأسس شرعية أخلاقية بمستوى عالي كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في هذه الحلقة نتحدث عن خلق عظيم ألا وهو خلق الشكر نعم كما قال الله جل وعلا إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وفي آية أخرى إن الله غفور شكور وفي آية أخرى قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم وكان من أسماء الله الحسنى الشكور فهو سبحانه وتعالى الذي يشكر العباد فيعطيهم جل وعلا خيرا مما يتوقعون نعم وكما قال الشاعر أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظم في قبرها من أسماء الله الحسنى الشكور وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن الشكر أمر محمود وأن العبد المؤمن مطالب بالشكر ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل يمشي فاشتد عليه الحر والعطش فنزل ببئر فشرب من الماء فلما ارتوى وخرج من هذا البئر فإذا به يرى كلبا كاد أن يأكل الثرى من شدة العطش فنزل إلى البئر وملأ قفيه بالماء وأسقى بهما هذا الكلب فشكره الله عز وجل فغفر له فقال الصحابة يا رسول الله أولنا في البهائم أجر فقال صلى الله عليه وسلم إن في كل كبد رطبة أجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يلهج بشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه من النعم إذن الشكر هو ظهور نعمة الثناء لله جل وعلا على اللسان وعلى القلب وعلى القول اعتقادا وقولا وعملا بالجوارح فيعتقد الإنسان أن هذه النعم التي أعطاه الله إياها تستوجب من الشكر فيشكر الله عز وجل في قلبه الذي لا يعلم ما يكن به إلا الله جل وعلا ثم يكون الشكر باللسان يشكر الله جل وعلا ويثني عليه على ما أولاه من النعم فنعمة البصر تتطلب منا الشكر ونعمة الحديث يتطلب منا الشكر ونعمة الاستمتاع بالجوارح تتطلب منا الشكر ونعمة الراحة النفسية والأموال والأولاد تتطلب منا شكر الله جل وعلا على هذه النعم التي أعطانا إياها فسبحانه وتعالى أهل للثناء والمده أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود معكم لنكمل هذه الحلقة قال الشاعر أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل تحدثنا عن الشكر والله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم إذن الشكر سبب رئيسي في الزيادة في كل العطايا التي أعطانا الله إياها فإذا أعطاك الله عز وجل المال وشكرت الله تعالى على هذه النعمة بارك الله لك في مالك وإذا أعطاك الله جل وعلا الولد وشكرت الله على نعمة الولد بارك الله لك في عيالك وإذا شكرت الله عز وجل على نعمة البصر وعلى نعمة الشم وعلى نعمة السمع وغيرها من نعم الجوارح بارك الله عز وجل لك بهذه النعمة للشكر أركان عديدة ومن ضمن أركانها الاعتراف بهذه النعمة تعترف أن الله جل وعلا أعطاك هذه النعمة لذلك قال جل وعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاءت الآيات الواردة في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث لذلك جل وعلا يحب الإنسان الشكور الذي يشكره على كل نعمة أعطاه إياها جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم صدق نوع كذا وكذا الفريق الأول أرجع هذه النعمة إلى الله جل وعلا فحمد الله على نعمة المطر وعلى ما أجادت به السماء وشكر الله على هذه النعمة فأصبح مؤمنا بالله لأنه أصبح شاكرا إذن شكر الله جل وعلا من أسباب دلالة الإيمان وزيادة الإيمان للإنسان وقال الآخر صدق نوع كذا وكذا فإذن خرج عن شكر الله عز وجل كذلك من أركان الشكر أن تعطي هذه النعمة حقها فإذا أعطاك الله جل وعلا نعمة البصر فلا تستخدم هذه النعمة بما حرم الله جل وعلا وإذا أعطاك الله عز وجل نعمة المال فلا تستخدم هذا المال بما حرم الله جل وعلا من أكل الربا والتزوير والرشوة وغيرها من الأمور لأن الذي أعطاك هو قادر على أن يسلب منك هذه النعمة أتى رجل إلى أحد العلماء وهو يشكل فقر فقال له أيا سرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم فقال الرجل لا قال أيا سرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم فقال الرجل لا قال أيا سرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم فقال الرجل لا قال أيا سرك أنك مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين ولك بهما عشرون ألف درهم فقال الرجل لا فقال هذا العالم إذن ينبغي عليك أن تستحي من الله جل وعلا لأنه أعطاك نعما بخمسين ألف درهم فتشكر الله جل وعلا على هذه النعم وفي المقام الآخر وجد رجل رجل أعمى مقطوع اليدين والرجلين وهو يقول الحمد لله الذي أعطاني هذه النعم من غير حول لي ولا قوة فاستغرب هذا الرجل وهو ينظر إليه أعمى ومريض ومقطوع اليدين والرجلين على ما يشكر الله جل وعلا فقال له يا هذا على ما تشكر الله جل وعلا قال أشكر الله على لسان ذاكرا لله وعلى طاعة لله قلب خاشع لله جل وعلا وعلى جسد تحمل هذه الابتلاءات رضا بما عند الله جل وعلا فأصبح شاكرا على جميع أحواله وهنا الشكر الحقيقي الصبر الحقيقي إبيان نعمة الله جل وعلا على عباده المؤمنين إذن أعزاء المشاهدين ينبغي علينا أن نشكر الله جل وعلا فالشكر من مكارم الأخلاق ومن النعم العظيمة التي إن تحلى بها الإنسان بارك الله عز وجل له في حاله وماله وولده إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة